السلام عليكم من تشرين هذا الاستذكار لا أقول الاستذكار فقط وإنما التعزيز لما قام بي شبابنا في العام الماضي تعزيز لحرية تعبير عن رأيي تعزيز لقدرة هؤلاء الشباب على تغيير الواقع السياسي تعزيز لقدرة الحكومة الحالية على فرض الأمن وبسط الأمن وحماية المتظاهرين وحرصها على حياتهم يوم الأحد الماضي كان يوم أن اعتبره فاصل ومهم بتاريخ الاحتجاج العراقي بتاريخ التظاهر الشباب العراقي وحتى بتاريخ هذه الحكومة وتمييزها وتمييزها عن أداء حكومات سابقة يوم خمسة وعشرين تشرين الأحد الماضي أثبت شباب العراقي أنه مصر على تغيير واقعة وأكد رفض لهذا الواقع وإصراره على تعديل مسار العملية السياسية والنظام السياسي وفعلا نجح هذا الشباب الواعي السلمي خلال عام بفرض إرادته أسقط حكومة اتهمها أنها كانت مسؤولة عن عدم توفير الحماية له مما أدى إلى سقوط أكثر من خمسمائة وستين شهيد أجبر المؤسسة التشريعية على تغيير مفوضية الانتخابات أجبر مجلس النواب أيضا على إقرار قانون انتخابات جديد وهذا إنجاز كبير لهذا الشباب العراقي الواعي السلمي وأثبتت الحكومة أيضا يوم الأحد الماضي على إنها حكومة تفي بوعدها بحماية التظاهر وحماية هذا الحق البكفول دستوريا الحكومة تفخر بأنها نجحت في يوم الأحد الماضي بحماية المتظاهرين أولا المتظاهرين السلميين ونجحت كان اختبارا كبيرا لصبرها وصبر القوات الأمنية تجاه تصرفات البعض القليل من المحسوبين على المتظاهرين السلميين قد يكونون مدفوعين من أطراف معينة أو قد يكون شباب متحمس قليل الخبرة في تعاطي مع المطالب الحق التي استحقها شبابنا إذن كان يوما مميزا مفاصلا أثبت فيه القائد العام للقوات المسلحة حنكة كبيرة كان طيلة ساعات التظاهر واقفا على قدميه في مركز العمليات أمام شاشات الكاميرات ويتابع كل شاردة وواردة ويعطي أوامر وتوجيهات لضباطه بعدم المساس بالمتظاهرين السلميين وحمايتهم وعدم المساس أيضا ببعض الشباب المغرر به وأثبتت القوات الأمنية ثباتا والتزاما بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتحملت أكثر من 1500 قنينة ملتوف وثلاث رمانات يدوية وبعض الجرح من الضباط والمنتسبين رغم ذلك لم يسقط جريح لم ترى قطر الدم واحدة من المتظاهرين وهذا يشكل فاصل مهمة وتمايزا واضحا بين أداء هذه الحكومة قوات الأمنية وأداء حكومات سابقة الأمر الذي يبدو أنه أغاض البعض فبدأ يتحدث عن تخادما ما حصل بين هذه الحكومة وأقليم كردستان فيما يخص اتفاق سنجار دعوني هنا أؤكد وأكرر حقيقة وهو أن اتفاق سنجار فرض سلطة الحكومة الاتحادية على هذه المنطقة بالغة التعقيد السياسي والأمني واتفاق سنجار سيعيد أهالي سنجار إلى ديارهم المهدمة واتفاق سنجار سيمهد لإعادة إعمار هذه المنطقة واتفاق سنجار سيمكن أبناء المنطقة من حمايتها واتفاق سنجار سيخرج الوافدين الغرباء الذين دخلوا إلى سنجار في لحظة تخادم مع من كان في موقع المسؤولية في ذلك الوقت وذا افترضنا أن نتخادما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان قد حصل فهو تخادم بين أبناء وطن واحد لا تخادم مع غرباء وافدين وقوات مسلحة وافدة غريبة غير عراقية الأداء الحكومي يوم الأحد يبدو أغاض هذه الأطراف إلى درجة أنستها أنها كانت في موقع المسؤولية عندما سقط 18 شهيد في البصرة في أيلول 2018 لا لشيء إلا لكونهم خرجوا للمطالبة بماء الصالح للشرط نبض شبابنا نحن مسؤولون عنه نحن من حافظنا على قلوب شبابنا المتظاهر تنبض وهناك من كان في سدة المسؤولية وتوقف قلب 18 شاب عراق في البصرة في أيلول هذا الأداء أغاض الكثيرين وأصبح الآن الرأي العام العراقي وحتى الدولي يميز جيداً بين أداء هذه الحكومة وحرصها على المتظاهرين وأداء الحكومات السابقة السبوع الماضي كنا في جولة في أوروبا شملت فرنسا وألمانيا وكذلك المملكة المتحدة اليوم رئيس مجلس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج هذه الجولة طبعاً الوفد كان يضم عدد من الوزراء لكن رئيس الوزراء كان حريص على إطلاع بقية الوزراء على ما دار في هذه الجولة ونتائجها هذه الجولة كانت اهتمارها جيدة كانت نتائجها جيدة الدول الثلاث أبدت دعمها وإسنادها للعراق وحكومته وأبدت دعمها وإسنادها للانتخابات تحديداً على المستوى التقني على مستوى دعم الانتخابات أو المفضلية العليا المستقلة للانتخابات تقنياً وحتى أبدت استعدادها للدعم العراق مالياً من أجل إجراء انتخابات حر نزيهة تعتبرها هذه الدول نقطة فاصلة في تاريخ العراق وتثق جداً بأداء الحكومة العراقية الحالية من أجل الوصول إلى انتخابات وفق معايير دولية أيضاً من ثمار الجولة كان توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات عدة في فرنسا تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وإعلان نوايا مع وزارة النقل ووزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي كذلك في ألمانيا وفي بريطانيا تم الاتفاق على عقد شراكة استراتيجية بين العراق وهذه الدول وأطلع السيد رئيس مجلس الوزراء الوزراء على تفاصيل هذه الجولة أيضاً كان حديث للسيد رئيس الوزراء حول المظاهرات يوم الأحد الماضي ثمن عالياً الروحية التي تمتع بها الشباب العراقي ثمن عالياً ما استعرضته قبل قليل من نتاج لهذا الحراك الشعبي الذي انطلق في 11 من العام الماضي وثمن عالياً هذا الوعي الكبير للعديد من التنسيقيات التي قامت برفع خيمها من ساحة التحرير وطالبهم بعدم الشعور بالإحباط لما حققوه طيلة هذا العام أمام هؤلاء الشباب الواعي فرصة كبيرة الآن لتنظيم أنفسهم سياسياً والدخول في المعترك الانتخابي القادم هؤلاء الشباب الواعي أرسلوا رسالة واضحة إلى الطبقة السياسية خلال كل نشاطهم خلال العام الماضي أن هناك جيل جديد في العراق هناك نسبة كبيرة من هذا الجيل الشبابي الذي نسبته قد تصل إلى 60% منهم دون 35 عام يختلف تفكير عن تفكيركم الطبقة السياسية الآن وصلت لها الرسالة الآن مدعون هؤلاء الشباب إلى تنظيم نفسهم سياسياً ومزاحمة هذه الطبقة السياسية في مجلس النواب القادم مجلس الوزراء ناقش المواضيع المدرجة على جدول أعماله وزير الصحة السيد وزير الصحة والبيئة قدم تقرير مفصلاً عن الموقف العام لجائحة كورونا في العراق والجهود الحكومية المبذولة لاستقبال المرضى وتجهيز المؤسسات الصحية بكل ما تحتاج من المستلزمات طبية فضلاً عن استعدادات وزارة الصحة لمواجهة أي زيادة محتملة في أعداد المصابين أزمة النازحين هذه الأزمة التي تفاقمت كثيراً بعد دخول التنظيم الإرهابي داعش إلى العراق في عام 2014 كانت معالجتها كانت واحدة من أولويات المنهاج الحكومي اليوم سيدة وزيرة الهجرة والمهجرين قدمت عرضاً مفصلاً عن خطة الوزارة لإغلاق جميع مخيمات النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم هذه الخطة الطموحة لوزارة الهجرة والمهجرين كانت محل اهتمام سيد رئيس مجلس الوزراء وعقب بعد التقرير بعد سماع مجلس الوزراء لتقرير سيدة وزيرة الهجرة عقب أنه ملف النازحين يشكل أولوية لدى الحكومة لما ينطوي عليه من مسؤولية إنسانية وأخلاقية كذلك أن عودة النازحين وبعد تهيئة الظروف المناسبة في المناطق المناطقهم الأصلية يشكل دفعا من أجل استقرار هذه المناطق ومن أجل تعزيز السلم الأهلي فيها طبعا مجلس الوزراء تداول الموضوعات المدرجة على جدوى الأعمال وأصدر عددا من القرارات واحد من القرارات المهمة هو تخويل وزير الموارد المائية صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول التعاون في إدارة مياه دجلة بين العراق وتركيا وما دمنا نتحدث هنا عن وزارة الموارد المائية هناك أكثر من 15 ألف من العاملين بإجور يومية في هذه الوزارة مجلس الوزراء اليوم أقر قرارا مهما بصرف مستحقات العاملين بعقود وإجور يومية في وزارة الموارد المائية والمستمرين بالخدمة والتي لم تصرف للفترات السابقة وبذلك سوف تنتهي معاناة أكثر من 15 ألف من هذه الكوادر وعلم أنه رواتبهم وهذا ما أكد السيد وزير الموارد المائية رواتبهم للفترة القادمة ستكون مؤمنة قرار مهم أيضا اتخذ مجلس الوزراء وهو يخص الفلاحين والمزارعين حيث قرر توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور الحنطة والشعير وبأسعار الدعم نفسها للموسم الزراعي السابق وهذا سيسهم في تخفيف العبء المالي على شريحة الفلاحين والمزارعين ويحقق زيادة في الانتاج كما ونوعا حرص هذه الحكومة على الالتزام بأهم بند من بنود بنهاج الحكومي وهو إجراء الانتخابات المبكرة السبب الرئيس اللي على أساسه شكلت هذه الحكومة والمهمة الرئيسة لهذه الحكومة دعا إلى اتخاذ عدة خطوات سواء في مجال في نطاق مكتب رئيس الوزراء ومستشاريه لشؤال الانتخابات أو التواصل الدائم مع المفوضية أو في القرارات اللي ممكن يتخذها مجلس الوزراء من أجل دعم المفوضية لإنجاز هذه المهمة لذلك قرر مجلس الوزراء اليوم السماح للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بزيادة الكميات أو تغيير المواصفات بنسبة لا تزيد عن 40% من إجمال مبلغ العقد بدلا من 20% استثناء من أحكام الفقرة واحد ثالثا من الضوابط رقم واحد الملحق بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ثين لسنة 2014 ثانيا تعزيز الاعتماد المستندي من خلال تخصيص مبلغ 3.464.000 دولار لتجهيز الكميات الإضافية للانتشار الأخير وهذا يأتي ضمن واجبات الحكومة لتدليل العقبات أمام المفوضية العلية المستقلة للانتخابات من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في حزيران من العام القادم أنا الآن مستعد لسماع سئلتكم العراقية أولا شكرا سيد أحمد مساء الخير عباس نعم قناة العراقية الإخبارية أنا تطرقتم في ذات الحديث إلى ما يتعلق بالتظاهرات ودعمها ونجاحها وما تحقق من قبل الحكومة العراقية خلال هذه الفترة خاصة احتفلنا قبل يومين احتفل المتظاهرون قبل يومين بالذكرى السنوية الأولى ذكروا جلابك معلومة مهمة جدا تم هناك رفع بعض الخيم من ساحة التحرير السؤال هنا هل هناك الصحة للأنباء التي تتحدث عن فتح جسر الجمهورية أو ساحة التحرير أو هناك نية لهذا الموضوع سواء من المتظاهرين أو من قبل الحكومة العراقية شكرا جزيلا لاحظتم الوعي العالي طلعتم على الكثير من المواقف للتنسيقيات لأصحاب خيم الاعتصام واشرة بعد نهاية يوم التظاهر وبعد إحساس الشباب الواعي السلمي بأن هناك أطراف معينة تريد حرف مسار تظاهراتهم تريد تشويه هذه الأهداف لاحظتم وتابعتم المواقف التي ظهرت من العديد منهم ساحة التحرير هي مكان ونطاق للتعبير عن الرأي وليس لمهاجمة القوات الأمنية بهذه الطريقة هذا ليس إجراء حكوميا بقدر ما هو وعي لهذه التنسيقيات ولهذا الشباب واتجاههم إحساسهم بأنه حان الوقت للتوجه من أجل قطف ثمار هذا الحراك الشعبي وتحويله إلى نشاط سياسي أن ينظموا أنفسهم ويستعدوا للدخول في معترك الانتخابات القادمة ساحة التحرير لن يكون هناك أي إجراء أمني من أجل إخلاءها هذا خيار عائد للمعتصمين وهذا حق دستوري لهم لكن نية الحكومة أنه إذا قرر هذا الشباب الواعي التوجه ترك ساحات الاعتصام والتوجه إلى تنظيم نفسه الحكومة حريصة على أن تعيد الحياة إلى طبيعتها في هذه الساحة وفي ساحات أخرى في بقية المحافظات وتعلمون أنه مصالح كثيرة قد تضررت ومصالح خاصة وعامة قد تضررت خلال هذه الفترة هذا أيضا نتيجة لوعي هذا الشباب قدر هذا الموضوع ورفع البعض خيامهم الحكومة مستعدة في حالة خلوب أو قرار الشباب المتظاهر أن يخلي الساحات جاهزة للحكومة لإعادة هذه الساحات إعادة رونقها السابق إعادة الحياة الطبيعية لها السلام عليكم ورحمة الله محمد فراس مراسق قناة التغيير الفضائية سؤال اليوم ذو شقين كون الرسالة الإصلاحية للتظاهرات وصلت كيف ستحمي الحكومة العراقية أي التظاهرات ممكن أن تحدث مستقبلا في ظل وجود أطراف تحاول جر هذه التظاهرات إلى زاوية التخريب وأخراجها عن سلميتها الشق الثاني من السؤال هل سيكون هناك تنسيق بين الحكومة العراقية والجهة التنظيمية للتظاهرات لحقيقة السيطرة على هذا الموقف نعم شكرا جزيلا خلي عراقية ترى أنه أنا الأوان لكي تعبر عن طريق تظاهرات هذا من حق واجب الحكومة يقتصر فقط بعد أخذ الموافقات الرسمية تحديد مكان التظاهر مكان الاعتصام يقتصر بحماية هذه التظاهرة وفق القانون وفق التزاماتها الدشتورية ذكرني في شؤالك الأول كيف ستحمي الحكومة العراقية عفونا المتظاهرين أو التظاهرات عفونا التي ممكن أن تحدث مستقبلا في ظل وجود أطراف تحاول جر هذه التظاهرة هذا سؤالك الثاني جوابتك كان عندك سؤال أول لا عفونا هذا السؤال الأول كيف ستحمي الحكومة التظاهرات إن حدثت مستقبلا يعني أعتقد كان في ظل وجود أطراف أعتقد كان الاختبار التي تعرضت للحكومة يوم الأحد الماضي يعني في هذا الاختبار وفي أداء الحكومة جواب شافي لسؤالك أوامر كانت صارمة ومحددة للقوات الأمنية بعدم حمل السلاح ولاحظت أن لا سلاح في يد هذه القوات بعدم استخدام القنابل المسيلة للدموع وإن اضطرت القوات قوات حفظ القانون إلى استخدامها فتستخدم باليد وليس عبر جهاز إطلاق أو بندقية أوامر صارمة من القادة العام القوات المسلحة التزمت بها القوات الأمنية وكانت النتيجة مثار إعجاب وتقدير من كل من تابع أحداث هذا اليوم وهذا النهج وهذا سيستمر وهو الحكومة مصررة عليها مع إصرارها على تدريب القوات العراقية الخاصة بحماية مثل هكذا مناسبات ومعارسات تدريبها وإعطاءها جرع إضافية من المهنية للتعاطي مع هكذا حالات السلام عليكم محمود المشهداني من صحيفة الساهل يابانية قبل أيام صرح وزير المالية بأن إرادات النفط غير كافية لتغطية الرواتب وأن نتوقع أن نحصل على 15 تريليون دينار وهذه لا تكفي يقول أن واردات النفط لثلاثة أشهر بحاجة إلى 58 تريليون دينار ما هو الحل هل الحكومة وضعت خطة أو دراسة لهذه المشكلة شكرا جزيلا لا أدري إن جازلي أنا أتحدث عن حديث شخصي بيني وبين وزير المالية عندما كنا في جولتنا في أوروبا كنا في المصعد سوية وسألته نفس السؤال نفس السؤال هذا ماذا لو مثلا لم يمضي قانون تغطية العجز المالي في البرلمان ما هو الحل وزير المالية يتوقع أنه يتم تخفيض هذا المبلغ من قبل مجلس النواب وفي حالة تخفيض وعدم كفايته سألته ما الحل قال لي بالحرف الواحد بأن لدى الحكومة حلول أخرى ورواتب الموظفين مؤمنة مؤمنة السلام عليكم حيدر الشيخ مراسل وكالي شفق نيوز تقريبا سؤالي قريب على سؤال الزميد هناك عدة كتلسية في البرلمان تعانت معارضتها لمشروع قانون الاختراض في حال لم يمضي هذا القانون في مجلس النواب هل هناك خطة بديلة أو خطة لدى الحكومة والشق الثاني من السؤال حلول قانون الاختراض بدلاً محل الموازنة العامة كيف سيتم احتساب لإرادات غير نفطية خصوصاً بعد سيطرة الحكومة عن المنافذ الحدودية وشكراً السؤال الأول أعتقد جاوبته كان واضح السؤال الثاني واضح جداً لديكم أنه تم مضاعفة الإرادات الخاصة بالمنافذ الإرادات غير النفطية وهذا جزء من إجراءات الحكومة لتعظيم مواردها الإرادات غير النفطية مهمة جداً ورافض مهم للموازنة العراقية ومنذ أن باشرت هذه الحكومة بحملتها على المنافذ تضاعفت كثيراً إرادات الحكومة لكن بالنتيجة نسبة الاعتماد على النفط كمورد وحيد يعني تشكل نسبة أكثر من 90% وهذه الخطأ البنيوي في بناء الاقتصاد العراقي عالجته الحكومة أيضاً بتقديم مشروع الإصلاح الاقتصادي الكبير اللي سمي بالورقة البيضاء اللي عرضنا على جنابكم قبل أسبوعين إصلاح الاقتصاد العراقي يحتاج إلى وقت كبير الاعتماد على النفط سيستمر إلى فترة طويل اعتماد بهذه النسب سيستمر إلى فترة قد تطول لكن بالنتيجة هناك موارد كثيرة لهذا البلد الحكومة ساعية من أجل تعظيمها من أجل إيدها ما يخص القمارق واللرائب وحتى موضوع تنشيط القطاع الخاص السماح له بمشاركة أكبر في دعم الاقتصاد العراقي رفع جزء من الثقل عن كاهل الدولة العراقية كل هذا سيوفر موارد أخرى للموازنة العراقية السلام عليكم سفانة كريم من إذاعة الرأي العام يعني اليوم هناك الكثير من قضايا الفساد الشائكة التي انتشرت والتي شكلت على إثرها العديد من اللجان نود أن نعلم أين وصل عمل هذه اللجان وما هي النتائج أيضا وأيضا أود السؤال عن آلية استرجاع الأموال المهربة هل لدى الحكومة آلية معينة حول ذلك في موضوع الاسترداد طبعا هناك دائرة خاصة في هيئة النزاهة وتتابع عملها منذ تأسيس الهيئة فيما يخص اللجنة التي شكلت لمتابعة بعض ملفات الفساد هذه اللجنة مستمرة في عملها وأنتم تعلمون بأن عدد الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم جار لحد الآن قد تجاوز العشرين شخصيا بينهم شخصيات نستطيع أن نعتبرهم حيتان فساد انتبتت مشؤوليتهم عن الملفات التي فتحت أسماء كبيرة أمام هذه الحكومة مشؤولية كبيرة لفتح ملفات أخرى بنفس الآلية تجاوزا للبيروقراطية تم تشكيل هذه اللجنة لا تلغي دور هيئة النزاهة ومحقق هيئة النزاهة لكن هناك ملفات تحتاج إلى إجراءات سريعة إلى تجاوز البيروقراطية جاء تشكيل هذه اللجنة وهذه اللجنة مستمرة بعملها صحيح هناك نوع من السرية في عملها وهذه السرية يتطلبها الوضع المعقد لبعض الملفات تعرفون طبيعة الضغوط السياسية التي ممكن تتعرض لها هذه اللجنة إن مست بعض الشخصيات التي لديها ارتباطات بجهات من هنا أو هناك لذلك هذه اللجنة مستمرة وفتح الملفات مستمر قد يكون إلقاء قبض واستدعاء واستقدام بعض الشخصيات أيضا سيستمر وقد تسمعون خلال أسبوع أو عشرة أيام أسماء مهمة سيتم التحقيق معها في ملفات فساد قد تكون هذه اللجنة أكثر قدرة في معالجتها من هيئة النزاهة اللي أكرر مرة ثانية لا يلغى دورها بوجود هذه اللجنة مساء الخير سيد أحمد معتز عباس من وكالة الأنباء العراقية سؤالنا اليوم تمر الذكرى السنوية الأولى لإنطلاق احتجاجات التشرين وثورة التشرين الحكومة عملت على أعداد ورقة للضحايا الذي سقطوا خلال عملية الاحتجاج هل هناك ورقة أخرى ستضمن بأعداد المصابين وأصحاب المحلات التجارية الذي تعرضوا إلى عمليات الحرق خلال التظاهرات أما الجانب الآخر فهناك حديث بأن الحكومة متوجهة نحو طبع عملة جديدة لسد العجز الحاصل في الرواتب والنفقات العامة ما مدى صحتها خلي أنفي لك شؤالك الثاني ابتداء حتى تفرغ السواك الأول أنفي نفي نقاط عن موضوع إدارة السياسة النقدية إدارة واضحة يقوم بها البنك المركز العراقي ولا نية لطبع عملة والحفاظ على سعر الصرف واحدة من أهم مهام السياسة النقدية والمالية للحكومة العراقية ولا وجود لهكذا أمر تعلمنا سؤالك الأول ذكرني بموضوع هام جدا واحد من أهم القرارات التي اتخذها اليوم مجلس الوزراء أعتذر أنه لم أذكر وإنه ذكرت نبي اليوم مجلس الوزراء أقر إحالة تعديل مشروع تعديل قانون مؤسسة الشهداء ليشمل المتظاهرين ضحايا التظاهرات الذين سقطوا من واحد تشرين من العام الماضي وما تلاها كان الموضوع بحاجة إلى تعديل كي يشملهم هذا القانون اليوم مجلس وزراء أقر القانون وأحالة إلى مجلس النواب كي يحصل ذو الضحايا على حقوقهم يؤمن وضعهم يحصلون على حقوق التي تشمل كل الذين شملهم قانون مؤسسة الشهداء منذ إقراره ولحد الآن أنا أشكركم الشكر الجزيل ونلتقكم إن شاء الله لأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر